نحن كتب إن شاء الله يعني بالنهاية اليوم أنا رامي بحترمه وبحبه كتير على الصعيد الفني طبعا هو نجم كتير كبير باب ستار نشوف حالنا فيه وداليدة مادامتو كمان بتربطني فيها صداقة على الصعيد العائلة يعني بقى أكيد مبسوطة فرحان كتير باللي عم بيعمله رامي وبرافو عليه وإن شاء الله دايما لقدام وإن شاء الله دايما نقدر نساعد ولو بشوي وكل الفنانين يفكروا كمان إن كان أطفال وإن كان بالعجزة وإن كان بالأمراض اللي عم نعاني منها ونحط إيدينا بأيديين بعد لنعمل أكيد عرفنا أنك إنت هايت من تصري المسلسل الشاق القاتلان صحيح؟ صحيح أنت من العرض؟ العرض إن شاء الله بأواخر شهر أيلود أول أكتوبر على شوث الأل بي سي وإن شاء الله تحبه يعني في قاس المشترك بينك وبين رامي مسلسل وعبر الأل بي سي أمر الليل وإنت كمان مسلسلك عبر الأل بي سي إن شاء الله سيكون عبر الأل بي سي لك ما أعمل ناسس بعد هو في قاس مشترك بيني وبين رامي إنه أنا هيك بحاس رامي إنسان متل ما بتشوفيه على الهواء متل ما بتشوفيه ببيته هل قد إنسان طبيعي رقيق حنوني كتير وشواتر وزاكي براكي اختار أعمال وبتخيل عندي هيدا المواطفة بعد الشكل قاتلان شوفي؟ لا صراحة أنا بريك مع الولاد نفسي فخامة الشكل مفروضة يجمعك بكثير الخولي ونصل هذا العمل هذا العمل كان بدي نفسه الأستاذ بنتج مكتوبة رفاعي اللي بوجهه له تحية وبإن له الله يطبرك لأنه عن جد أصعب يصني كتير صعبة فأتخيين وللأسف الشديد ما قدرت كن موجودة أنا بالعزيق ما قدرت عزيق أنا كتبت على فيسبوك لأنه وللأسف الشديد وأكرر إنه عندنا المنتجين بيتعاطوا مع هيدا الموضوع بشكل إنه خلص في تصوير يعني في تصوير لأنه تمانا هني عندهم إلتزامات ومرتبطين بلوكيشن بفعين مطاري وكلنا متل مصران معلق ببعض ومصبحة واحدة بقى متل ما بيوم من الأيام مع استاذ مفيد رفاعي ما قدرت أنا عم بعتذر منه بس لنفس الوقت عم برر ما قدرت إني روحت تصوير وكلفته مطاري لأني كد المستشفى وطبعا دخلت على حرارة 42 موقعات بالأرض نفس الشي صرفية بعزة خي شقيقه كنت عم بصور مع الاستاذ جمال ثنان وفعلا كنا بلوكيشن لازم نطلع منه بيومين بقى للأسف أنا ما قدرت إني أترك هيدا اللوكيشن أكيد أبعزي من كل قلبي ويقولوا الله يخلي له عائلته ومرزه وليده وهذا منتج بيرفع في الراحة كل اللي بقدر قوله إنه أقل ما فينا نعمله إنه نشارك بهذا الحفل وندعمه لرامي ونشد على إيده ونقول له برافو وبطلب من ربنا يعطيني الإمكانية والوقت والصحة إنه يقدر كمان قدمشي للمجتمع وللأطفال طبعا ترجمة نانسي قنقر